مدعي التنوير هؤلاء يجدرون شبهات من سبقهم ويعيدون تكرارها على مسامع الناس لعلها تلقى آذانا صاغية وقلوبا طاغية مع أنهم يعلمون جيدا أن هذه الشبهات تم الرد عليها وبيان جهل وكذب قائلها فهذه الفرية التي قالت ذكرها أبو رية في كتابه كما هو واضح أمام حضرتكم على الشاشة وأيضا قالها الشيعي عبد الحسين الموسوي في كتابه المليء بالكذب والبهتان والافتراع على أبي هريرة رضي الله عنه وأصحاب هذه الكتب تم الرد عليهم وضحضوا ما كذبوه وافتراوه على أبي هريرة بعدة كتب ككتاب الأنوار الكاشفة للعلمة عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليمني وكتاب السنة النبوية للشيخ مصطفى السباعي وكتاب البرهان في تبريئة أبي هريرة من البهتان وروابط هذه الكتب موجود في وصف الفيديو الخلاصة أن أعداء الإسلام كلهم ينقلون من بعضهم والجديد بس في الموضوع أن هم بيحاولوا يخرجوا هذه الأكاذيب على هيئة حلقات مرئية على الإنترنت بحيث يراها من لا يعلم عنها شيئا لعله يقع في شباكهم وأفائكهم طيب نرد بقى على هذا الكلام طبعا حديث اليد العليا خير من اليد السفلة من الأحديث المشهورة التي يحفظها القاصي والداني وأكيد كلكم حفظينه طيب السؤال بقى يا إخوة هل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما زعم رشيد إليال ومن على شاكلته أم أن هؤلاء هم الذين كذبوا على أبي هريرة رضي الله عنه ويلزموا منه أنهم كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أولا هذا الحديث لم يروه أبو هريرة وحده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام سبعة آخرون من الصحابة غير أبي هريرة رقم واحد حكيم ابن حزام كما في صحيح البخاري رقم اثنين الصحابة عبد الله ابن عمر بن الخطاب وهتلاقي روايته في نفس الصفحة في صحيح البخاري بعد رواية حكيم ابن حزام رقم ثلاثة الصحابة أبو أمامة الباهلي وروايته في صحيح مسلم رقم أربعة الصحابة جابر ابن عبد الله وروايته في مسند الإمام أحمد بن حنبل رقم خمسة الصحابة عبد الله ابن مسعود وروايته في المعجم الكبير للطبراني رقم ستة الصحابي سعد ابن أبي وقاص كما رواه البزار عن عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص عن أبيها وذكر الرواية رقم سبعة الصحابي طارق ابن عبد الله المحاربي وروايته في صحيح ابن حبان كده كم صحابي روا هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة سبعة من الصحابة وأبو هريرة هو الثامن والكلام ده من خمس ست كتب فقط يعني لو حضرتك بحث في الكتب ممكن تلاقي صحابة آخرين رواوا لنا نفس هذا الحديث يعني الحديث ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من غير طريق أبي هريرة يبقى إزاي أبو هريرة كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن اعتراف أبي هريرة بالكذب على الرسول أبو هريرة لم يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم بل رشيد إلال هو الذي كذب على أبي هريرة رضي الله عنه بل نقول إن رشيد إلال كذب أيضا على الرسول صلى الله عليه وسلم لأننا أثبتنا أن الحديث ثابت وانقطعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني النبي يقينا قال هذا الحديث فلما رشيد إليه ينفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام ده يبقى رشيد كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو أنت لو نسبت للرسول عليه الصلاة والسلام كلام ما قالوش يبقى أنت كده كذبت عليه ولو أنت كذبت كلام قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وثابت عنه وزعمت أنه ما قالوش يبقى أنت برضو كده كذبت عليه يعني في الحالتين ده اسمه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أن الرواية ثابتة قطعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يعني أن الذي كذب على الرسول هو رشيد إلال وليس أبو هريرة رضي الله عنه يبقى خلاصة ما سبق أن الرواية لغاية الجزء المتلون باللزرع ده متفق عليها وقطعا ويقينا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام برواية 8 من أصحابه وبناء عليه نقول صدق أبو هريرة رضي الله عنه وكذب رشيد إلال ثانيا هل أبو هريرة غلطان في مسألة الزيادة المدرجة في هذه الرواية وأبو هريرة لما قال هذا الشرح هل أراد أن ينسبه للرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الخير الذي روى عن أبي هريرة شرحه المذكور وتعليقه المذكور في هذه الرواية هذه رواية أبي صالح واسمه ذكوان عن أبي هريرة كما يقول رشيد إلال حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه تمام الجزئية المتلونة باللون الأحمر دي دي شرح أبي هريرة وتعليقه على الحديث طيب تتخيلوا بقى كام واحد من التابعين سمع هذا الحديث من أبي هريرة ورواه بدون هذا الشرح كام واحد يا ترى يا هل ترى اتناشر تابعي من تلاميذ أبي هريرة سمعوا منه الحديث ورواه بدون هذه الزيادة المدرجة أول واحد قيس بن حازم رواه عن أبي هريرة كما في صحيح مسلم وتاني واحد عروة ابن الزبير أيضا رواه عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري البخاري بعدما روا نفس الحديث عن الصحابي حكيم بن حزام قال وعنه هيب قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا أي بهذا الحديث يبقى كده اتنين من التابعين التابعي التالت سيده التابعين محمد بن سيرين كما في مسند الإمام أحمد بن حنبل واللي عايز يقرأ يوقف الفيديو ويقرأ برحته الرواه الرابع عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل الرواه الخامس عطاء بن أبي رباح القرشي الرواه السادس محمد بن زياد القرشي الرواه السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري الرواه الثامن القاسم بن عبد الرحمن مولى يزيد الرواه التاسع عجلان مولى فاطمة الرواه العاشر سعيد بن المسيب وإن كانت الرواية نقصة جزئية اليد العليا الرواه الحادي عشر همام بن منبه الرواية امام حضراتكم واسندها عن همم ابن منبه موجود قبلها ببعض الصفحات كما هو واضح امام حضراتكم على الشاشة. الحتشر تابعي دول كلهم وروأوا لنا نفس الرواية بدون هذه الزيادة. ونكملهم اتناشر عشان يبقوا دستة وبرضه عشان خطر الحبايب. لان ابا صالح ذكوان المدني هو نفسه ايضا روى نفس الرواية بدون تعليق ابي هريرة. يعني دلوقتي عندنا اتناشر تابعي بيروي لنا الرواية بدون الزيادة. وواحد من الاتناشر دول هو اللي روى لنا الزيادة في روايته التانية اللي استدل بيها الكذاب رشيد اليل. الكلام ده بقى معنى ايه? معنى ان هؤلاء التابعين سمعوا الرواية جميعا من ابي هريرة في عدة مجالس متفرقة بدون هذا التعليق. وفي احد المجالس فقط راح سيدنا ابو هريرة علق على الرواية وقال هذا الشرح. فلما سمعوا منه هذا الشرح سمعوا شيئا زيادا على الرواية. فورا سألوه يا ابا هريرة هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم? يعني هل هذا الشرح من الرسول عليه الصلاة والسلام? قال لا. هذا من كيس ابي هريرة. يعني هذا من فهم ابي هريرة للحديث. وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يروع عنه هذه الزيادة. اذا الخلاصة ابو هريرة روى الحديث عدة مرات متفرقة ثم في مرة من هذه المرات علق على الرواية. فسألوه هل الشرح ده من ضمن الحديث ولا من عندك? فقالهم لا ده من عندي انا ده من كيس انا. فين هنا بأن ابا هريرة كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم? اقسم برب الكعبة ان هذه الرواية تبين عظم امانة ابي هريرة وصدقه في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.